نقضي على الحوثيма، نقضي على رحلة الإنقلاب والخضر الإيراني نقضي على الخضر الإيراني على الجيران وليس على اليمن إيران على الجيران وليس على بحر ولا وليس علي جزر والجيران نقصد بها المملكة العربية السعودية ودول الخرجة العربي نحن Top وإذا أردنا أن نخصص في الأخير أن نخصص الأراضي المقدسة إيرانيين ينظرون إلى هناك ولا ينظرون إلى البعيد لا ينظرون إلى جزر في باب المندب أيها عيني إيران على الجيران أما السواحل والمواني عينكم أنتم عليها فقط تركوا الحوذيالان والخطر الإيراني عين على جارتنا ما بيضرهم اشتركوا محاربته وخلاص لأنهم فقط بيكصف السعودية ويجهز لها صواريخ ويرسل لها كل فترة صواريخ هم فقط أمنوا مصالحهم في البحر وسيطروا على المواني الذي جاءوا من أجلها ويا الله الحوذي يتفاهم وإيران تتفاهم مع السعودية ما لا نشدخ وبعدها ما دام الحوذي وإيران عينهم على السعودية وانتم مصيدرين على المواني والسواحل من أم تدخل الصواريخ اللي بيكصف بها للسعودية والطيران المسير من أم بيجي لده عندكم فكرة يا الله ما علينا يا خبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش عموما من يظن أن الإمارة هذا عبارة عن جمعية خيرية جاءت لليمن من أجل مصلحتنا وعشان سواد عيون اليمنين فهواهم باعترافهمهم ودولة الإمارات العربية المتحدة لها في هذه الحرب ألف ناقة وألف جمل ومن لم يرى هذا الأمر استبدل العين الصحيحة بالعور عارف عارف لكم في هذا الحرب ألف ناقة وألف جمل ما جيتوا الوجه الله ولو تتهيأ لكم الأسباب تأخذ الجمل بما حمل بس خذوها نصيحة من تكون أعظم من بريطانيا في حز مجدها عندما كانت إمبراطوريا لا تغيب عنها الشمس ومع ذلك جاء اليوم الذي تخرج من اليمن وهي تجرأ ذيال الهزيمة والخسارة زي ما يقولوا اليمنيين من قال حكي غلب يلا كم روح